بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء موضوع اليوم عن الإرجاع الجغرافي بصور جوجل Airs Pro باستخدام برنامج جلوبال مابل طبعاً نحن عارفين أن جوجل Airs بيدينا صور مرقيات فضائية عالية الدقة وبتواريخ حديثة جداً update نستفيد منها نحن نقدر نرسم أنها خرايط رقمية حديثة جداً في البداية احنا نحتاج برنامج جوجل Airs Pro وبرنامج جلوبال مابل طبعاً جوجل Airs Pro هنشوف نقدر نمزله إزاي من جوجل هنكتب على جوجل جوجل Airs Pro هنكتب جوجل Airs Pro هنخش على أول جوجل إصدارات جوجل Airs نفتح الويب سايت بيظهر عندنا مكتوب جوجل Airs Pro للكمبيوتر هنختار ده بعد كده هنبدأ تنزيل جوجل Airs Pro على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب بعد كده هنقول له الحاجات دي كلها موافقة وتنزيل هيبدأ ينزل عندنا البرنامج البرنامج هنفتح البرنامج تكعلي من هنا ونبدأ عملية تسطيبه طبعاً الكلام ده لازم نكون عندنا نت شغال اكتمل التسبيت كده البرنامج نزل اللي يعطي سكتوب عادي نبدأ نفتح برنامج جوجل Airs Pro نزل هنا طبعاً البرنامج اول نفتحه محتاج نت بنعمل عايزين نبدأ ناخد صورة مثلاً من زازيق مدينة زازيق طبعاً دي خريطة العالم قرة افريقيا بنخش على مصر الدلتة هنا ونبدأ نتكبر نزوم نخش على مدينة زازيق مثلاً وهي عايزين نكبر منطقة كده مثلاً الجامعة طبعاً الصورة بتكون اول ما بتكون تخيل عليها كده بلاقيها صورة بحتة يعني فبنقعد ننشط بنقعد نشد هنا كل المكان اي منطقة احنا عايزين ننزلها بنقعد نشد فيها كده ايه ننشطها عشان ايه تقدر ايه تبدأ تظهر معايا ماشي في عملية الرسم هنشتغل تدريب على جامعة زازيق هنا ازاي ناخد اللقطة دي احنا عملنا هنا عملنا زوم كده ومشينا ونشطنا كل المنطقة وابعد كده ناخد بقى اللقطة دي كده عندنا ونبدأ نرسمها اه اه وانا عمل اتحرك في برنامج جوجل ايرس ماشي بحصل تلوقتي مني ايه الصورة بتميل مني اتجاه الشمال بتاعها بتغير عشان اظبط التجاه الشمال او ظبط البصلة بختار من قائمة view دي بختار منها واختار منها tilt and canvas شايفين الصورة ايه مالت تعادلت كده كانت مالة وتعادلت كده تعادلت بعد كده باجي ابدأ اعمل ملف اسمه KML وعايز اركز في ملف KML ده اللي هو الملف اللي هو في احداثيات يعني ملف المعرف اللي اعرف بالصورة اللي انا اخدها وده بترسم عن طريق ايكونة فوق اسمها ايه add polygon اللي هي الايكونة دي بنجيبها كده بصوا مع بعض وبنرسم شكل تخلي بالك النفذة اللي ظهرت دي احنا مش بنقفلها بنخليها مفتوحة بصوا وبنشدها نخليها تحت كده بينا كده لان انا ارفحها تاني ماشي اعوزها تاني احنا بشد النفذة اللي تحت كده وابدأ ارسم ايه شكل مستطيل كده في الشكل اللي قدامي كده ماشي شكل مستطيل الشكل وانا برسمه طالع عندي شكل مطموس فبروح راجع تاني جاب النفذة كده انا اتعاملت اربع نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا وخلاص اربع نقطة شكل مستطيل باجي اشوف النفذة طبعا اول حاجة النام هنسمي النام دي نسميها الـ university واجي هنا تحت كده في الـ style color بافتحها وهنا باختار في الـ area بدل ما هي fill وoutline يعني الشكل بتاعك مملوء او مطمس ومخطوط على الـ outline هاختار بس كلمة outline outline واقول له اوكي اللي بانا سميت واختارت outline واقول له اوكي بعد كده باجي اعمل حفظ للمربع اللي انا رسمته ده اللي هي في الـ university تكون موجودة هنا في الـ places في الجنب هنا كليك ايمن عليها كده عمل لها حفظ save place as واروح بقى على المكان مثلا اللي انا عايز احفظ عليه الـ data مثلا انا عايز احفظ الـ data بتاعتي دي على على اختار مثلا واختار مثلا وعمل انا فولدر بسميه project طبعا احنا عارفنا ننشئ الفولدرات ازاي او ممكن انا دخلت جوا واسميه مثلا training تدريب بدل training تدريب واختار الفولدر ده training تكعلي جوا واسمي هنا الفايل نيم نتخليها زي ما هي اسمها university هنا بقى المهم save as type بدل ما هي كمزد اخليها ايه كامل بغير save as type امتداد كامل واعمل save كده انا عملت النقطة الاولى في برنامج جوجل ارس وهو ملاف الكامل ملاف الكامل هو الملاف المعرف بالاحداثيات تاني نقطة اعوزها من برنامج جوجل ارس هو اللي انا اخد الصورة دي لقطة هاخدها ازاي هيجع على فايل قائمة فايل واعمل save واختار save image بيبدأ يظهر عندي كده حاجات اللي جند والعنوان ومقياس الرسم واتجاه شمال انا عايز احزف الحاجات دي عشان الصورة اما الحاجات دي ما تطلعش فيها فبخش على الماب اوبشن احنا اول ما اتكينا save as image بيبدأ يظهر لي شريط ادوات حفظ الصورة فيه map option في resolution في save image هنمسك الماب اوبشن اول حاجة كل الحاجات اللي عليها علامة صح بنشيلها title legend scale compass بنشيل علامة الصح تاني حاجة بخش على resolution resolution هنا مهم جدا انا عايز احفظ صورة بايه بدقة عالية انا عندي اول حاجة دي current الدقة الحالية لو انا خدت الدقة الحالية وطلعت بقى على arcgis واجي ارسم صور تاني واعمل اكبر وزوم هلاقي الصورة بتبهت مني وبتبكسل مني ودرجة الوضوح بتاعتها مش كويس انما اجي احفظها باستخدام الماكسيم هنا طبعا هتديني دقة عالية بعد كده بعمل save image هنا بقى بختار بقى مكان حفظ الصورة طبعا احنا شغالين على الجي على جوة منافس training ابدأ اسميها هنا ايه مثلا هنسميها زج زج ماشي زج الزج وخلي بالك هعمل لها ايه هكتب جنبها ايه ان دي صورة gbg يعني دي امتداد الصورة gbg دي امتداد الصورة واعمل save بكده انا انتهيت من برنامج طبعا بتم عملية الحفظة ها بتتم بشاكي سريع طبعا ده عايزة نت منك بكون كويس كده انا خدت حاجتين من برنامج جوجل ايرس ملفين ملف kml وهو الملف المعرف جغرافيا بالإحداثيات والملف الاخر هو ملف صورة gbg هننتهل تلوقتي لبرنامج global mober طبعا برنامج global mober انا ابعته لحضراتكو ملف مضغوط البرنامج ما تيجي تفاكوا الضغط بتاعه بيكون موجود فيه بيكون موجود جوه البرنامج ملفين ملف التسطيب و ملف اللايسنس طبعا احنا بنسطب البرنامج بشكل عادي بيتم تسطيبه بسهولة خالص بعد اما يتم تسطيبه ده احنا بنشوف نعمل next next finish وهكذا بيتم التسطيب بتاعه finish اول ما بيبدي برنامج هيفتع عندي تلوقتي بيطلب مني ادخل password username لازم افتح لجلوب المبر اللايسنس دي هنا ولاقي هنا كلمة م اي دي ده اليوزر وده الباسورد لازم يدخلوا بدخل م اي دي طبعا انا معرف البرنامج عندي والباسورد طبعا لو جيت البرنامج عشان يشتغل معايا بكل حاجة لازم نعرفه بالحاجات دي يا جماعة اوكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي هنا اللي هو start اختار حرف الجي اهو global mobile واختار البرنامج global mobile 11 خلاص كده نبدأ بقى عملية تعريف او الارجع الجغرافي لصورة جوجل ايرس على برنامج global mobile طبعا قد برنامج اهو فتح معنا اول حاجة بنضيفها هو ملف الكمل هنفتح الopen your own data file ونروح على على طبعا على الجي على ملف الترايننج واختار اول ملف هفتحه زي ما قلنا هو الكمل بيكون شكله الكورة كده مكتوب برو ده هو اسم الانفيرستي وده طبعا الصورة جي بي جي لسه هنفتحها هنفتح الاول ملف الكمل اوكي بختارنا الكمل اللي هو اسم الانفيرستي واو الابر هيبدأ اظهر لي ايه المربع اللي احنا كنا رسمينه مكتوب كلمة يونيفيرستي وهنا الركز بصوا تحت كده الاحداثات كلها متحرك في ايه مكان الاحداثات بتاعت ايه بتتغير لان ده ملف معرف بالاحداثيات طب كلمة يونيفيرستي دي الموجودة دي عايز اشيلها بنشيلها ازاي اول حاجة هنخش على اداة اسمها ايه digitizer tool الاداة دي اللي شكل الالب بصوا تكت عليها بعمل اوكي باجي على الشكل الكمل المربع ده واختار click شمال click ايه شمال ده انا ها اختارت click شمال وبعدين click يمين وبعدين edit area feature وبعدين قصاد كلمة النهم مكتوب يونيفيرستي بشيلها بالback space على لوحة المفتاح اوه اشلتها في back space لو انا بشيل الكلام اللي كان مكتوب ده وبعدين بعمل اوكي وبعدين باجي في ايه حتة فاضية هنا click ايه شمال بعد كده بقى عايز اضيف الصورة هنخش جوه file من هنا واختار open data file واختار الصورة اللي هي زاج جي بي جي بقوله open yes هيبدأ يظهر لي ثلاث نوافذ النفذة الاولى اسمها entire image النفذة التانية اسمها zoom view النفذة التالتة اسمها reference image هنيجي على اول نفذة entire image سايفين انا معاي علامة الزوم التكبير عايز اجف نقف هنا في الركن الاول ونكبر نزوم في الركن الاول كده بنزوم عشان الركن يظهر معايا واجي على الزوم ده view هنا بكبر هنا على ايه الكورنر ده وخلي بالك لازم الزوم يكون كبير هنعمل هنا بعد ما زومنا بالشكل ده هنعمل ايه بقى هنقف كده في النص كده في الكورنر ونعمل click شمال واجي على الملف الكيميل اللي هو اسمه reference هنا الملف ده متعرق اهو هاتك عليه هنا بالكورنر واقول add point list دي النقطة الاولى وقول اوكي هنقف تاني على الكورنر التاني ونعمل زوم نزوم قوي على الكورنر التاني هنحط النقطة التانية هنا ونحطها هنا بنقول النقطة دي ايه النقطة دي وقول add point list اوكي هاجي على النقطة التالتة نزوم كويس طبعا انا ما وقفتش هنا بصوا ركزوا بصوا دي النقطة هنا لازم اعمل الزوم هنا عليها عشان اعرف الكورنر بتاعي فين بنعد نزوم كويس نحط الكورنر اهو نقطة دي هي نفسها النقطة دي وقول له add point list اوكي نقف على الكورنر الرابع بنزوم على الكورنر الرابع نحط الكورنر هنا النقطة دي هي النقطة دي add point list اوكي بعد كده بنعمل apply اوكي اوكي كده بدأت الصورة تتعر عايزين بقى نحول الصورة دي الى امتداد TIF عشان تفتح عندي برنامج الارك ماب هنعمل ايه؟ هنفتح فايل وبعدين نختار حاجة اسمها export export raster and elevation data ومنها بنختار حاجة اسمها export gtif بنعمل اوكي بعد كده بنختار export باوندس بنحدد حاجة اسمها draw box بعد كده بنختار هنا شايفين في مربع الاصمر اللي هو الملف الحد بتاع الكمل انا مش عايز يظهر عندي في الصورة فباجي ارسم مربع جوة الملف جوة انا بختار جوة بحدوده كده بحيث ان ايه الحايز الاسود ده يكون برا ما يظهر ليش في الصورة الصورة اللي طلعها لي كده صرعة صورة طلعة ما فيهاش اي حاجة ولا اي شخبطة ولا اي كلام ده اوكي بعد كده اوكي هنختار مكان الحفظ على الجي اللي هو training هنسميها اا دي نسميها زاج تي اي اف اوكي الملاق الصورة تطلع على الجي على training ونعمل save هنبدأ نفتح برنامج عبقى لما تخلص تحميل لازم يا جماعة ننتظر حتى الانتهاء من التحميل ماشي؟ انا طبعا بفتح البرنامج قبلة من التحميل بعد كده هنبدأ نفتح هنفتح برنامج نفتحه البرنامج بتاعنا طبعا لسه عملية التحميل شغالة نفتح برنامج نفتح برنامج جوجل ايرس جوجل ايرس جوجل مابر نقفلهم خلاص مش محتاجين منهم حاجة برنامج الارك ماب احنا كده فتحناه احنا عايزين نضيف الصورة نضيف الصورة ازاي اهم ايكونة عندنا هي ايكونة ايه اضافة البيانات اداتا احنا هنروح على الـ نختار وبعدين نختار بارتيشن الـ المفروض اول ما بختار بارتيشن الـ بلاقي حرف الـ انا عامل ملاف اسمه الترينينج والصورة اللي طلعها باسمها زهاج تي اي اف وبعدين بنعمل زي ما قلنا اول ما الصورة الجديدة ما بتدزل بيطلع عليه ان فيه ودي هدفها عملية التكبير والتصغير بتكون بشكل سالس ومارين بقوله ياس ادي الصورة اللي تم تعريفها لجمعة زهازي عايزين نتأكد قلنا ندخل على جنب اداتا في حاجة اسمها اد بيزمام نقدر نضيف الصور الامجري او نستخدم هنتسوق نشوف الامجري ونعمل اد احنا بنتأكد ان فعلا تم تعريف المنطقة وطلعت بالفعل فوق مكانها بالضبط ادي بحرم وصف الصورة اللي تحت والصورة اللي فوق هنلاقي فعلا دي صورة قديمة موجودة على الارتجيس فعلا الصورة الجديدة بين اهي فعلا موجودة في مكانها ادي الاستاد بتاع الشرقية و ادي بحرم وصفه و لو احنا شايفين بالشكل ده فعلا الصورة تم تصحيحها بشكل كويس ازاي بقى نحفظ الحاجة دي من فايل هنعمل ونحفظها على بتاعنا نختار نختار بتاعنا على ونسمي الملف بتاعنا مثلا على ونسميه ده بقى ده احنا بنشتعل على مدينة زاجزك ساتين سميها زاجزك كده احنا حفظنا شغلنا و كده تم الاتهاء من تعريف الارجاع الجغرافي لصور جوجل ايرس ان شاء الله ملتقي في موضوع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته